اشتركوا في القناة لكبير جدا مرورا بطمعا صفر البعثة لتونس مرورا لطمعا الصدمة باصابة اكتر من 17 لعب في المسحة اللي كانت قبل مباراة ليبيا مرورا بكمان يعني تدخل وزير الشباب والرياضة وصفر الدكتور جمال محمد علي مرورا بصفر اتنين لعيبة بكمان الصدمة الاكبر بعدم اكتمال العدد الرسمي لمباراة امام المنتخب التونسي وبالتالي ضياح حلم جيل كامل من افضل الاجيال القروية اللي كانت هتكون في تاريخ مصر بلغة الكورة كده بتتسرح بشكل غير طبيعي المنتخب يعني بعد اصابته بفيروس كورونا في هذه الدورة خلاص مفيش منتخب شباب وبالتالي هذا الجيل اللي احنا شفنا الولاد قد ايه كانوا بيبكوا قد ايه كانوا بيعيطوا قد ايه بيقولوا لأ رغم الموقف صعب اللي احنا متواجدين وحنكون موجودين عايزين نكمل البطولة عايزين نكمل مشوارنا عايزين نكمل حلمنا يمكن كلنا شفنا هذه الفيديوهات الرائعة وكنا قد ايه يعني كنا زعلنين جدا على هذا مش هقول لك على هذا المنتخب ان احنا بهذا السوق من التنظيم وان الكابتر ربيع ياسين اشتغل ثلاث سنين وان الكابتر ربيع ياسين بيعد جيل كامل من اللعيبة اللي نفسها تتمسى المصر وتشوف مستقبلها الصدمة الاولى امام ليبيا ثلاثة صفر بعدين امام تونس عايزين يا جماعة نعرف بصراحة يعني مين السبب ومن المسؤول عن هذه المهزلة مهزلة خروج منتخب الشباب وضياح حلم كامل يا سهام جيل كامل ضاع الحلم بالنسباله من خلال انا في اعتقادي ومن رؤيتي الشخصية اولا تجاهل واضح جدا جدا من اللجنة الخماسية في اعداد الفريق في السوبورت الكابتر ربيع ياسين على النواحي الادارية مفيش رئيس باعثة طالع مع الفريق مفيش حتى متحدث رسمي كل الامور على الكابتر ربيع ياسين الجزء الاخطر كمان ظهور المشكلة وبعد ما بتظهر المشكلة بنحاول نحلها مفيش الصوت القوي اللي كان لازم يكون مساند لمصر في موقف صعب زي ده ويساند شباب زي الورد يكون ليك صوت قوي في الاتحاد الافرقي انك تقاتل على وجود منتخب بلدك في هذه البطولة وتقدم شكاوي وتعمل اعتراضات ده الجزء اللي لازم احنا كلنا نبصره الجزء الاخر ممكن يكون في مشاكل عندنا احنا كمان يعني خلينا نتكلم بكل امانة ممكن يكون عندنا احنا كمان مشاكل مشاكل ممكن تكون من ناحية الادارية مشاكل في عدم مراعاة الصحة العامة الابراءات الاحترازية بس يعني الواحد فعلا حزين جدا على ضياع حلم كامل ونتمنى نتمنى ولو لمرة واحدة يكون عندنا مشكلة والمشكلة ده زي ما احنا سمعنا يمكن كابتن احمد الالهم مسؤول يعني ياريت يعني نتكلم دلوقتي فيه الكابتن احمد مجاهد هو هيدير الاتحاد في الفترة اللي جاية ان في لجنة لتقصي الحقائق زي ما بنقول نتمنى ان الكلام ده يخرج بيه تفاصيل واضحة نخرج يا جماعة من مشكلة عارفين ايه اللي حصل عارفين مين المسؤول عارفين ايه بالزبط اللي حصل عارفين كمان يعني اوعوا كمان تحطوا وتعلقوا الشماعة على الحلق الاضعف الكابتن ربيع ياسين الكابتن ربيع ياسين كان بيعاني فترات طويلة جدا اشتغل بما يرد الله ممكن يكون فيه اخطاء فيه اخطاء لكن مش ممكن هو يكون الكابتن ربيع ياسين هو الحلق الاضعف هو جهازه الفني عايزين يعرف ايه اللي حصل في هذه الكارسة انا بسميها كارسة لان ده ضياع جيل كامل من اللعيبة اللعيبة مميزة جدا كلهم بيلعبوا في اعلى المستوات في فرقهم كلها فعايز اقول ان ده مشكلة ولازم يا جماعة نطلع بحل ولازم نطلع نقول يا سهام فيه عندنا مشكلة عندنا مسئول المسئول واحد اتنين تلاتة ونعرض الكلام ده على الرأي اللي عام عشان المشاتل دي ما تتكررش مرة تانية كابتن هاني انا فهمة كويس قوي افهم انه جائحة كورونا الموجة التانية من كورونا شديدة جدا النهاردة عندنا 76 مليون شخص على مستوى العالم مصاب بكورونا افهم ان ايطاليا نهاردة عملت حزر شامل وفرنسا وانجلترا ودول كتير قوي وافهم من اللي انت قلته ان احنا عندنا اخطاء بالجملة بتتحملها جميع الاطراف بس اللي انا مش فهمة جدا في القصة دي بقى بالذات ان ازاي واحد زي احمد نبيل ده شاب في منتخب مصر للشباب يعمل مسحب الليل في تونس تطلع سلبية الصبح تبقى ايجابية بقدرة قادر ما فهمش ان انت النهاردة يعني تقول لنا ايه اللي حصل بالزبط ايه اللي حصل من وقت اقلاعك بالطائرة لنزولك ايه اللي حصل ده بالتفصيل مين النهاردة يقول لنا يعني مين يشرح لنا بالتفصيل ايه اللي حصل علشان احنا نقول المسئولية دي والله تحملها هاني رمزي تحملها السهم مين يرد علينا كله بيتكلم وخلاص فلانا عايز اقوله بس لحضراتكم في الجزئية دي تحديداً ونحن نهاردة عندنا الاتحاد المصري قدم شكوى عن طريق جمال محمد علي جمال محمد علي ده اللي كان رئيس البعثة في تونس مصر للشباب مش قوة دي للاتحاد الافريقي بالسبب ان احمد نبيل الشاب ده اللاعب الصغير ده مسحته لم تعتمد يعني برغم من سلبيا اه فانت النهاردة عندك لعب ايه اللي حصل يعني ايه اللي حصل ليه نعتبر خسرانين من تونس ليه نعتبر خسرانين مع ان احنا عندنا اللعيبة او عندنا العدد الكافي من اللعيبة عشان نكمل الماتش اكيد يعني فيه تفاصيل وفيه يعني اشياء مش مصبوطة فيه مجاملات فيه كالعادة انا مش عارفة ايه اللي احنا عايزين حد يرد يعني والله العظيم بجد احنا عايزين حد يرد زي ما تعودنا من الكاف يمكن فيه مجاملات خلال السنوات اللي فاتت عايزين حد في المشكلة دي بس يطلع يرد علينا يطلع يرد علينا احنا بنتكلم طبعا احنا نتمنى بشكل من الاشكال واحد حزين طبعا على هذا المنتخب وانا بقول هككون فيه فجوة كبيرة جدا في السنة اللي جاية هيكون هو ده المنتخب المفروض المنتخب اللي هم ب لا شغل يشدوا حلهم يشدوا حلهم تاني ويقوموا تاني بس المولاد لسه صغيرين لكن مش عايزين يعني مش عايزين نقول اه يا جماعة الولاد لسه صغيرين وبتاع الموضوع يعدي كده لا الموضوع لازم يكون فيه حدود ولازم يكون فيه عقاب لكل مستوى لاتحاد الكرة لو فيه اخطاء اه احنا اخطاءنا في 1-2-3 لو فيه اخطاء من الكابت الربيع اه اخطاء 1-2-3 لو ما فيه صوت في الاتحاد في الاتحاد الافريكي صوت قوي يمثل مصر يبقى اه احنا جماعة اخطاءنا انه كان فيه اهمال لو ما كانش رئيس بيعسة متواجد من الاول خالص مع المنتخب يكون لي صوت موجود على الترابيزة من الاول خالص لازم نقول الكلام ده كله حصل ليه فخلينا يعني ان شاء الله بإذن الله تكون يعني الوقفة دي كمان ان شاء الله للفترات اللي جاية يكون فيه نتعلم من اخطاءنا ولكن انا عارف ان الولاد ان شاء الله هيعدوا المرحلة دي كلهم ولاد لعيبة كويسين هيقدوا ان شاء الله يعني ان شاء الله بإذن الله يكونوا هم كمان لسه جاي لهم المنتخب اللهم بيحققوا احلى لهم يا رب فيه انجاز كمان مصر جامد جدا حصل يمكن للسوشيال ميديا قصص كفاحة النهاردة يعني صوره النهاردة منتشرة ما شاء الله في السوشيال ميديا البيج رامي فخر عرب حقيقي اسمه بيج رامي النهاردة رامي السبيعي بيتوج بلقب مستر أولمبيا للكمال الأجسام للعام الجاري طبعا دي اعلى بطولات اللعبة للمحترفين النهاردة السبيعي بيتوج باللقب ده وحصل على ميداليا ذهبية وتفوق على ثنائي أمريكي شهير جدا في اللعبة دي فطبعا يعني امكان النهاردة بنتكلم على ايه بيحصلوا الاتنين دول تقريبا على ميداليا على مدة سبع سنين متطالية كان انجاز كبير جدا جدا وزي ما انتي بتقولي بيج رامي قصة كفاحة كبيرة جدا يا جماعة قصة كبيرة جدا الراجل تعب كتير جدا وانتو عارفين برا الكرة شوية الألعاب الفردية لازم الناس بتقوم بمجهود أكتر يعني أكتر من رائع وبيكفحوا كتير جدا مع نفسهم ده مثال ودرس لكل واحد لازم يقاتل على حلمه يمكن اللي بيحصل أو الجائزة ديت كمان عايزين نهديها كمان للولاد بتوع منتخب الشباب تمسك بحلمك تمسك بأملك كافح اتمرن وان شاء الله ربنا هيكرمك زي ما شوفنا بيج رامي بيمتلك يعني دلوقتي ما شاء الله على السوشيال ميديا يعني لعب رامي قبل كده في بطولة مستر أولمبيا سنة 2013 احتل المركز الثامن وبعدين في 2014 المركز الثامن في 2014 في 2015 خد المركز الرابع و2016 كان دخل البطولة وحصل يعني عايزة أقولك من أربع سنين متتهيلة كل سنة بيزيد يعني المركز السابع سادس خامس رابع والنهارده أصبح أول مصري بيحصد هذا اللقب بشكل كبير جدا فده كمان بنقوله ألف مبروك ألف مبروك لمصر الأول ده مدلية للتاريخ وكمان مثل يحتزى به كتير من شبابنا يعني يعني نقولك مبروك تاني ومبروك لمصر كلها مبروك لمصر كلها احنا خلصنا أخبارنا المحلية وإذا كان يمكن فيها برضو أخبار يعني خبر عالمي خص رومي بس عندنا أخبار نبدأ من نجمنا محمد صلاح من أخبارنا العالمية يعني فيه تقارير أعلامية النهاردة أسبانية تحديدا بتكشف أنه صلاح لاعب ليفربول طبعا النهاردة بيخطط للرحيل عن دي بنهاية الموسم اللي جاي وأنه الوجهة المقبلة لي ممكن تكون ريال مدريد النهاردة صلاح هو اللي بيثير الجدل ده بتصرحاته وبحواره مع صحيفة آس الأسبانية اللي قال فيها تحديدا لا أحد يعلم المستقبل حينما سؤل عن انتقاله طبعا لريال مدريد أو برشلونة النهاردة يمكن موقع ديفانسا سنترول النهاردة نشر أنه أحد المقربين لصلاح أكد لي أنه ريال مدريد بتواصل فعلا مع وكالاء أعمال جناح ليفربول المتميز محمد صلاح وأنه فيه اهتمام كبير جدا من جانب حامل لقب دور الدرجة الأولى الأسباني في أنه يحصل على خدمات صلاح ويبدو أنه صلاح موافق يعني أو على رأس كمان أولويات فلورنتينو بيريز رئيس ريال واللي بيعتبره الحقيقة من أفضل لعبة العالم ففيه طبعا يعني تقارير زي مقلنا لحضراتكم بتتحدث أنه صلاح نفسه مقتنع ومنفتح على الفكرة على إمكانية أنه يرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي هو معتقد طبعا بأنه يعني في ريال مدريد ممكن يحقق حلمه ويتوج بجائزة أفضل لعب في العالم واستهلها الحقيقة كيال السنين كان قريب جدا من الحصول عليها يمكن كل ده طردته يمكن الحديث اللي عمله صلاح في مجلة أس وكان لأول مرة من فترات طويلة تحسن محمد صلاح بيقول آه ممكن وليلا يعني كان الموضوع بالنسبة له فيه طبعا تأكدات أن ريال مدريد على تواصل دائم مع وكلاء صلاح ومهتمين جدا في ريال مدريد بصلاح ويمكن أعتقد القيمة اللي اتعرضت ممكن يكون ده السيزون الأخير في ليبر بول أنا في رأيي الشخصي أربع سنين في ليبر بول أعتقد بمدة كافية جدا صلاح قسر كل الأرقام القواسية ممكن يكون حلم جديد وحلم جديد اللي صلاح انتقال الدوري الأسباني اللي نادي من أفضل أندي على مستوى العالم وممكن تكون إن شاء الله خطوة لصلاح إنه يحقق اللقب الغالي وكلنا مستنين يكون صلاح في يوم الأيام أحسن لاعب في العالم طيب نروح بقى لحدث تاني مهم جدا النهاردة الأسطورة الأرجنتينية ميسي بيبعث رسالة شكر وامتنان للأيقونة البرازيلية بيلي بعد ما بيلي طبعا هن ميسي على معادلة رقمه القياسي في عدد الأهداف مع فريق واحد كان ميسي طبعا بعد ما سجل الهدف برشلونة في فالنسيا عادل الرقم القياسي التاريخي لبيلي كأكتر من سجل أهدافا بقميص نادي واحد في تاريخ كورة القدر قال ميسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكرا جزيلا لك على رسالتك العظيمة بيلي لقد كان لطيفا جدا حقا وكان رؤية من كلماته تأتي من شخص بعظمة هذا اللاعب الكبير بيلي أرسل لك عناقا كبيرا عارفين بيلي من يوم السبت أعرب من خلال طبعا إعجابه الكبير بميسي من خلال وصائل التواصل الاجتماعي بعد ما تمكن طبعا مهاجم فريق برشلونة بهدفه في شباك بالينسيا من معادلة رقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف لفريق واحد بـ 643 هدف أكد بيليه طبعا الحائز على بطول الكاس العالم ثلاث مرات مع منتخب البرازيل على حسابه انستجرام حاطت صورة يعني صورة لي بيليه وصورة لي ميسي طبعا وكان في علاقة طيبة جدا بين الشرطين ويحتفل بأحد يعني الاثنين كانوا بيحتفلوا بأحد أهدافهم وحكايات بيقول حكايات مثل حكاياتنا الخاصة بحب نادي معين والتعلق به لفترة طويلة للأسف سوف تكون يوما من الأيام نادرة في عالم كرة القدم أنا مواجب بك كثيرا يا ميسي كل ده طبعا بيليه بيهني ميسي على معادلة رقم القياسي تاريخ بيعيد نفسه نا طبعا دي حقيقة النهاردة كريستيانو رونالدو لعب يوفينتوس النهاردة بتسلم جيزة القدم الذهبية الفيز طبعا بيها مطلع شهر ده في نسختها التمنتاشر وهو حصد أصوات يمكن أكتر من ميسي وليفاندو فيسكي وصلاح نيمار وراموس جويروس جورجو كلييني بيكيو فيدال يمكن النهاردة هو تفوق على هذه الأسماء ووفقا بيتسلم الجيزة دي انتوا عارفين ان الجواز دي بتقدم في احتفالية عالمية النهاردة بيحصل عليها خلف الأبواب المغلقة بسبب يعني أقول ايه لا طبعا بسبب كورونا طبعا يعني قدي علي أقول ايه كورونا خلاص نفيش خلاص سنة يعني الحمد لله ربنا يعدي على خير إن شاء الله كانت أحسن حاجة فيها التسعة يا أهلي بس الحمد لله يعني عدت على خير عدت على خير فيها ستر وفيها حاجة كتير الحمد لله وفيها كمان حاجة كويسة وإحنا بنتكلم دلوقتي احنا قلنا التلات أخبار اللي فاتوا عن ميسي وعن صلاح وعن وكريستان نتكلم على التلات قامات لو الناس بترجع بس بذاكرة كده يمكن خمس سنين أو ست سنين لورا مين كان يتخيل إن ممكن واحد لعيب مصري يقارن برونالدو وميسي دلوقتي محمد صلاح بيكسر هذه الأرقام مين يتخيل إن كان في يوم الأيام واحد مننا من وسطينا يطلع ويرشح أحسن لاعب في العالم مين يصدق الكلام ده كل دوت يا جماعة إحنا بنتكلم دوت عشان يكون الرسالة حتى للأولاد اللي سمعيننا طموحك وإصرارك والعمل والالتزام هي دي سمة صلاح فبإذن الله كل التوفيق لمحمد صلاح في مشواره إذا كان هيروح ريال مدريد أي نادي إن شاء الله متأكدين إن حيحق نتائج أكتر من الرائعة وبإذن الله ده كمان زي ما بقول لكم مهم جدا إن صلاح يكون أمل للولاد اللي جايين والأجيال اللي جاية إن إحنا عندنا كمان مواهب وعندنا لكن الإصرار والعزيمة والعمل هو دوت التلات حاجات اللي ممكن توصلك للنجاحات الكبيرة اللي تخلق ألف صلاح صحيح اللي تعمل ألف محمد صلاح في كل حاجة يعني إحنا لسا بنتكلم على رامي هو فخر جديد لمصر والعرب كمان فاكرتنا خلصت بعد الفاصل هنستقبل الكابتن الكبير حكيم شكر في بيت الكبير